لم يتخلى الإماراتي سلطان النيادي رائد الفضاء رغم تسجيله إنجازا عربيا جديدا كأول رائد عربي يقوم بالسير في الفضاء لم يتخلى عن تسجيل إنجازات جديدة فهو يسجل أول إنجاز عربي للحديث عن أعرق مدن العربي تاريخا وحضارة بصور التقطها تجسد روعة المشهد يلتقط النيادي صورة للعاصمة بغداد معلقا بغداد ليلا من الفضاء بغداد دجل والفرات بغداد الحضارة والتاريخ موطن الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم لو لا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم يضيف النيادي بتغريدة باللغة الإنجليزية ليخاطب العالم أجمع عن روعة بغداد وأهميتها هي المدينة الجميلة والتاريخية حجر الزاوية في العصر الذهبي للمعرفة أشعل العلماء من هذه المدينة العظيمة لهيبة الاكتشاف ووضعوا مسار العلم الحديث يذكرنا إرثهم بالاستمرار في الوصول إلى النجوم التقاطة النيادي الفضائية التاريخية أحدثت تفاعلا وصخبا واسعا في الإمارات والعراق والوطن العربي عموما لما لها من إطلالة على مدينة السلام وحرص عربي من رائد فضاء عربي إماراتي وصف بغداد على طريقته من داخل مركبة فضائية